حضراتكم عودة من جديد لعشرة صبح في الأهلي وعندنا النهاردة ماتش مهم جدا جدا أمام سيراميكا كريفاترة عايزين نتكلم عنه وعن كل تفاصيله وبالمرة كمان نتكلم عن كل التحديات اللي هتقابل وحتواجه النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية سواء محليا أو قريا كل الملفات دي هنفتحها مع ضفنا العزيز اللي بيسعدنا ويشرفنا بوجوده الأستاذ جمال الزهيري الناقض الرياضي صباح الفل صباح الفل عليك يا أستاذ كريم صباح الفل عليك يا أستاذ نورنا ودائما نستمتع بقرأة ربنا يخليك أنا بقى أتبعك على طول والله ربنا يوفقك دائما إن شاء الله خلينا قبل ما نتكلم عن مشوار الأهلي في الدوري تحديدا في الثلاث مباراة الماضية عندنا النهاردة مباراة نقدر نقول أن هي مش سهلة أبدا أستاذ جمال ما بقاش عندنا مباراة سهلة ومباراة صعبة فريق سيراميكا فريق محترم عنده سكواد محترم جدا بيضم عدد كبير من العناصر المميزة النهاردة هل هي مباراة برضو التلاتة بوينت زي ما كلمنا عن مباراة المقولين ولا مستنين برضو أداء من الندي الأهلي النهاردة طبعا أهم حاجة تبقى التلاتة نقاط التلاتة بوينت دول مفيش خلاف يعني مش حنقدر نتناقش فيهم مش حنساوم يعني هم التلاتة نقاط وفي نفس الوقت عايزين الأداء طبعا يكون أفضل إنما أنا من وجهة نظري هو الأهم في المرحلة النادي الأهلي فيها حاليا الحصول على النقاط